موسيقى حاز سوق الخرطوم للأوراق المالية على جائزة أفضل بورصة بالشمال الأفريقية العام 17-2000 في مسابقة مجلة CFI للتمييز المؤسسي في البورصات وأقرت لجنة التحكيم بهمية سوق الخرطوم باعتباره محركا للتنمية الاقتصادية ليس فقط في السودان بل على النطاق الأوسع بجانب انضمامه لاتحاد البورصات العربية وأكد مدير عام سوق الخرطومة وبرق المالية دكتور أنسر الطيب أن السوق عزز مكانته كمركز تجاري رئيسي من خلال تزايد عمليات الإدراج المتقاطع وبرتكولات التعاون مع البورصات الأخرى لإصدار وتداول المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل شهادات المشاركة الحكومية والسكوكة الإسلامية السيادية ونجد أن تحقيق النمو الاقتصادي وضمان استمرارته يعتبر من الأهداف الرئيسية للسياسات الاقتصادية في كل الدول مما يتطلب وجود آلية تسمح للمؤسسات بالحصول على الموارد المالية من الجمهور سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أخرى مباشرة ودون وساطة المؤسسات المالية تتويجا لجهوده ومسعيه في تطوير عمليات التداول في الأوراق المالية حقق سوق الخرطوم مكسبا جديدا في تأكيد ريادته لأسواق المال في شمال أفريقيا بحصوله على المركز الأول في مسابقة مجلة سي أف آي للتمييز المؤسسي تسميرين الأجانب قانون السوق سمح لهم بأنهم يستثمروا في الأوراق المالية السودانية سواء عبر السوق الأولية أو السوق الثانوية والقانون ما حدد نسب لإستثمارات الأجانب دي واحدة من المزايا يعني النتيجة بتاعتها كانت أنه يعني الآن نسبة مساهمة غير السودانيين في الأوراق المالية السودانية أكتر من خمسين في المئة مش بس مجرد أنه مستثمرين بل حتى يعني الآن في عدد كبير جدا من المستثمرين غير السودانيين أعضاء ورؤساء لمجالس إدارات بعض الشركات المساهمة العامة السودانية اللي هم مستثمرين فيها يعتبر سوق الخرطوم للأوراق المالية من أهم مصادر التمويل التي تلجأ إليها المؤسسات من أجل تمويل عملياتها الاستثمارية وذلك من خلال إصدارها للأوراق المالية أسهو من كانت أو سندات بعد التطور التقني الذي شهده السوق وانتقاله للتداول الإلكتروني في مشروع كبير جدا يسمى مشروع حوسبة أعمال السوق بدأ سنة 2009 المشروع كان فيه حركة ضخمة جدا على الصعيد القانوني والإداري والتنظيمي والتقني اتحصل السوق كان على نظام هدية من سوق مصط للأوراق المالية وقد عمل السوق عبر تنظيم عملية الاكتتاب العامة لتمكن شركات الوساطة لزيادة رؤوس أموالها والاستفادة من التطوير الاقتصادي الذي شهده قطاع الاستثمار في الأوراق المالية شركات الوساطة المالية هي إحدى أزرع التداول في سوق الخرطون الرغى المالية وساهمت شركات الوساطة مع إدارة السوق في تطور حجم التداول في السوق وسوق الخرطون الرغى المالية في السنوات الأخيرة شهد مزيد من التطور حيث بدأ التداول الإلكتروني في الفترة السابقة والآن يعمل السوق على إكمال التداول عن بعد عبر الشركات الوساطة المالية واعتمد مجلس الجائزة عدة معايير لتمييز بين البورصات المتنافسة لدعم ترشيحهم وإبراز نقاط قوتهم أبرز هذه المعايير معيار القيادة الأداء المالي تقديم الخدمات الاستشارية الشفافية الاستقلالية والتحكم في إدارة المخاطر ولمزيد من التفاصيل نرحب أبن القرطوم بدكتور سارة طيب الفاكي المدير العام للسوق القرطوم للأوراق المالية أهلا بك دكتور في الحدث الاقتصادي أهلا بكم وتحية لمشاهدي قناة S24 ومساء الخير لهم جميعا وأهني المشاهدين وأهني السودان والقطاع الاقتصادي بنيل السوق لهذه الجائزة التي تعتبر من الجائزة الهامة والتي جاءت في وقت حقيقة يحتاج البلد إلى مثل هذا التمييز في هذه المجالات المجال القطاع المالي بعد إزاحة الثقل الحصار الاقتصادي الجائر الذي كان يقيم على صدرنا ألف مبروك دكتور لكن بداية جائزة مجلة CFI للتمييز المؤسسي في البورصات نواتنا نتعرف على هذه الجائزة وكيف تمنح حقيقة جائزة التمييز المؤسسي للبورصات هي جائزة هذه المؤسسة مؤسسة SFI مؤسسة كبيرة جدا لها صحيفة إلكترونية وصحيفة مقروعة عدد قراء المشتركين في هذه الصحيفة يبلغ حوالي 75 ألف مشترك وعدد القراء حوالي 150 ألف قارئ وتعتمد عليها مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقدة العربي وصندوق النقدة الدولي والآيف سي ومنظمات الأمم المتحدة وغيرها هذه المنظمات تعتمد باعتماد كبير جدا ومكبار المستثمرين والشركات الدولية تعتمد على الأخبار والتحليلات التي تعدها هذه المجلة وهذه المجلة عادة تقوم في كل فترة من الفترات بجوائز تقدم جوائز في مختلف المجالات المالية والاقتصادية تنافس فيها دول بعض المناطق وكان هذا العام هو لاختيار أفضل بورصة في منطقة شمال أفريقيا دكتور أيضا نتعرف على المعايير التي اعتمد عليها المحكمين في اختيار السوق للمركز الأول حقيقة أولا قبل المعايير نحن في سوق الخرطوم الرغم المالية لنا أكثر من عامين نتصدر الأفضل أو الأربع الأفضل في تقارير صندوق النغضة العربية التي يعدها وإلى تقرير 2016 الربع الثالث إلى 2016 أيضا كنا في السلاسة بورصات العربية حتى يعني مع بورصة السعودية ودبي والبورصة المصرية وما ذال التحسن منذ 2011 في بورصة السودان والمعايير التي تأخذ في هذه الدائرة أولى الدائرة الجائزة أولا معيار القيادة ومعيار التميز في الأداء التقني وحقيقة السوق تطور كبير جدا شهد تطور كبير جدا من عام 2012 إلى الآن في يناير من هذا العام اكتملت عملية ما يسمى بالفكس انجين أو التداول عن بعد وهو عملية أن يتم التداول من خلال الموبايل أو من خلال الكمبيوتر من المنزل وبحمد الله وفضلي تمت هذه العملية وكان لها دور كبير جدا أيضا في نجاحنا بحيث أن الشخص يمكن تداول من خارج السودان في بورصة السودان أيضا من المعايير التي تأخذ في هذه البورصة الاستقرار استقرار العمليات التداول التداول في الأسهم عادة لا يأخذ التداول في الشهادات أو الصقوق وأيضا تأخذ هذه معيار خدمة العملاء وتحسن أننا الآن تم إعداد مركز لخدمة العملاء مركز كبير جدا وأيضا هو هذا المركز نافس وأدى خدمات مميزة ومتميزة جدا دكتور يعني على إطار ذكر التحسن ما هو أثر هذه الجائزة على مستقبل التعاملات المالية في السوق الخرطوم للوراق المالية وضعا على علاقاتهم مع الأسواع الأخرى في المحيطة الإقليمية والدولية حقيقة مثل هذه الجائزة تفتح الباب كبير جدا للاستثمار الخارجي خصوصا بعد أن تم رفع الحظر الأمريكي لأن التداول كان في الفترات الماضية في فترات نعاني في معاناة كبيرة جدا من الاستثمار الأجنبي بعد أن أعلن عن هذه الجائزة لجنة الجورية أو لجنة التحكيم أعلن عن الجائزة اتصلت بنا جهات من أوروبية لإعداد منصة للتداول في السودان والآن تمت دراسة الطلبات ورفعت إلى وزارة المالية لاتخاذ الإجراء اللاذم وهذا يعني أن الدول الأجنبية والمستثمرين الأجانب بإذن الله سيقبل على هذا السوق وأخذ السوق لهذه الجائزة يعني أن هذا السوق مؤهل من ناحية الشفافية ومن ناحية القيادة ومن ناحية الأداء المالي لأن يستقبل الاستثمار الأجنبي هناك حديث أيضا حول قانون سوق الخرطوم لأوراق المالية الجديد ماذا يميز هذا القانون عن غيره من القوانين السابقة غانون سوق الخرطوم لأوراق المالية لسنة 2016 هذا القانون بدأ العمل فيه يعني لكي يتم هذا القانون بدأ العمل فيه منذ عام 2006 حقيقة مدة عشر سنوات السبب الأساسي وذي واحدة كانت الموانع التي كانت تحريمنا من كثير من المشاركات الدولية أن سوق الخرطوم الأوراق المالية من قبل كان يشرف عليه البنك المركزي وليست هناك هيئة أوراق مالية تشرف على أو سلطة لتشرف على السوق نفسه في قانون 2016 تم فصل الجهاز الرقابي عن السوق وانشأت ما يسمى بسلطة تنظيم أسواق المال التي تشرف على السوق وستشرف أيضا على أسواق الأخرى كسوق السلاع وسوق الزهب ستشرف عليها أيضا هذه العملية في الفصل أدت إلى تميز السوق لأن يقوم بأداء عمالي بالشكل المطلوب يعني ذكرت أن القانون حتى يعدل بربما عشر سنوات لماذا هذا التأخر الكبير في الزمن؟ واحدة من أسباب التأخر التطورات يعني الغانون في سنة 2007 قدم للبرلمان وقبل أن تثيم إجازته حصلت تغيرات في العالم الخارجي في البورصات وأسواق المال أعيد مرة أخرى لتعديله وهكذا إلى أن بفضل الله عز وجل في العام الماضي تم إكمال كل الإجراءات وعقدت فيه ندوات كثيرة جدا من القانونيين والاقتصاديين وأصحاب العمل وحتى أعضاء البرلمان السوداني وذلك حتى لا تترك شاردة ولا وردة إلا أن تدخل فيه دكتور هناك الحديث أيضا كان حول تفعيل نظام الرقابة على السوق لتحقيق مزيد من التجويد للأداء هل فعلا تم تفعيل هذا النظام؟ نعم تفعيل الرقابة الآن بفضل الله عز وجل تم إعداد المراشد الخاصة بالرقابة على السوق والرقابة على الشركات التابعة للسوق السوق يعني تنضوي تحت لوائه حوالي 44 شركة لعمليات الوساطة المالية هذه العمليات تحتاج إلى رقابة مكتبية ورقابة ميدانية وإشراف لأن طبعا أسواق المال ممكن تكون مدخل لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولهذا ركز على هذا الأمر يشد ما هي أهمية سوق الخرطوم الورق المالية في الاقتصادات الوطنية؟ وأيضا ما هو الدور الذي تلعبه البورسة في التنمية الاقتصادية؟ طبعا البورسات وأسواق المال هي تعتبر الصين والشريك بالنسبة للجهاز المصرفي الذي يقوم بتنميل القطاع المالي أو المؤسسات المالية أو الشركات الخاصة والعامة حتى الدولة أسواق المال تتميز في تمويل أولا هي تقوم بتنميل عادة المشروعات الكبيرة جدا لأن الأموال التي تداول في أسواق المال عادة تكون ثلاثة أضعاف الأموال التي تتداول في البنوك المشاريع الكبيرة والشركات أيضا تتمول من السوق لأن السوق أموال الأسواق المال عادة هي أموال تسمى أموال غير تضخمية لأنها بتجي من الجمهور السبب الثاني هي أموال ذات تكلفة يعني ليس لديها تكلفة يعني إذا عرضت أسهم في السوق يمكن توسع نشاطك الاستثماري وتأخذ أموال من السوق ليس لها أجل لذا أخذت أموال من بنك تجاري في نهاية العام يجب أن ترود هذه الأموال إلى البنك وبهامش مرابحة في حدود 10 أو 8 أو 12% إلا التمويل من الأسواق هو عادة من تمويل غير تضخمي التمويل ليس له تكلفة التمويل معنا هذا أنه يخفض التضخم ويقلل تكلفة التمويل ويخفض الأسعار أيضا ذكرت شركات الوساطة المالية في المرحلة القادمة خاصة بعد رفع الحظر الاقتصادي ما هو دور هذه الشركات الشركات الوساطة المالية أولا دورها تلعب دور كبير جدا هي عبارة عن لا تتم عملية بيع أو شراء سهم أو بيع أو شراء سك من الصكوك سواء كانت شهامة أو غيرها لا تتم من الشخص مباشرة وإنما تتم عن طريق شركة من شركات الوساطة المالية فهي تلعب دور الوسيط أيضا شركات الوساطة المالية بإذن الله نتوقع أن في الفترة القادمة وهي بدأت في عمليات لإنشاء صناديق لتمويل عمليات الصادر والإنبور سابسيسيوت بديل البدائج ما قيمة هذه الصناديق؟ نعم ما قيمة هذه الصناديق التي أنشتها شركات الوساطة المالية؟ الآن أي شركة عندها صندوق يختلف من الآخر يوجد الآن في السوق حوالي خمسة صناديق كبيرة جدا بواسطة الشركات الوساطة ليس كل الشركات الوساطة مسمح لها أن تعيص صناديق لكن يوجد عندنا خمسة صناديق تقدر قيمة السوقية لسوق الخرطن والمالية عموما تقدر بخمسة مليار دولار الصناديق في حدود مليار دولار تقريبا هل توازي أو يمكن أن تسهم هذه الصناديق بهذه القيمة مليار دولار في تفعيل عديد من الأشياء الاقتصادية؟ الصناديق هي طبعا زي ما ذكرنا حوالي خمسة راس المال الموجود في السوق وهي تنشيى شركات الوساطة المالية المرخصة لا بذلك ومعظم شركات كبيرة جدا وحقيقة توجد صناديق كبيرة الحجم وصناديق صغيرة الحجم يعني بعض الصناديق تمول مشروعات زراعية ومشروعات صناعية وبعض المشاريع في بعض الشركات الوساطة تمول مشروعات صغيرة مثل مشروع زواج، مشروع حج، مشروع تعليم توجد مثل هذه الصناديق في بعض الشركات الوساطة المدرجة في السوق وهذا ما يتميز به حقيقة السوق الخلط المالية ماذا عن توفيق الأوضاع في السوق وفقا لهذه التطورات الإنجابية؟ هل فعلا تم توفيق الأوضاع حسب التغيرات الإنجابية الكثيرة التي نراها في فترة الأخيرة؟ شرعنا حقيقة منذ منتصف العام الماضي في إصدار منشور خاص بتوفيق أوضاع شركات المساهمة العامة وشركات الوساطة المالية لتواكب عملية تقنية التقنية حقيقة بتزيد معدلات التداول وبتزيد حجم العمل السوقي فبعض الشركات إذا لم توقف أوضاعها لن تستطيع أن تواكب هذه العملية ولن تستطيع حقيقة أن تمارس عملها بفعالية خصوصا وإنها تحتاج الآن لتحديث التقنيات الموجودة فيها والتقنية عادة مكلفة سواء كان الصفتوير أو الهاردوير ما نوعية هذه التقنية دكتور؟ التقنية هي أهم هذه التقنيات بعد ما عملنا لما يسمى بالفكس انجين أو نظام التداول عن بوع تحتاج كل شركة من الشركات الوساطة إلى أن تعد برنامج للرفض أو الانترفيس بينه وبين السوق حتى يتتداول من مكاتبة وتدي حتى الباسوير لعملاء الكبار ممكن يتداول من منازلهم أو من موبايلاتهم فهذه العملية قد تكلف أو هي فعلا مكلفة وتحتاج لزيادة رؤوس أموال هذه الشركات وطم إختارها وإن شاء الله بإذن الله في منتصف هذا العام معظم الشركات إن شاء الله تواكف هذا هل هناك معويقات فيما يخص الاثثمار في سوق الخرطوم لأوراق المالية؟ نوزا نتعرف على هذه المعويقات دكتور حقيقة سوق الخرطوم لأوراق المالية يتميز بعدم وجود معويقات للمستثمر الداخلي أو الخاري كيف ذلك؟ بعض الأسواق العربية والإفريقية لا تمكن المستثمر الأجنبي من عمليات التداول المباشرة في سوق الخرطوم لأوراق المالية حقيقة مسموح للتداول لأي شخص سواء كان مواطن مقيم أو سوداني أو قير سوداني مفتوح له عملية التداول حاليا تقريبا نحن حوالي 40% من الأسهم يمتلك أجانب المناسبة ويمكن في شهادات الصقوق الحكومية عندنا حوالي 10% من المستثمرين هم استثمرين أجانب بالنسبة للاستثمار الأجنبي لا توجد بفضل الله عنده وجل لا توجد معويقات أيضا بالنسبة للاستثمار الداخلي المعويق الأساسي الموجود حاليا هو ضعف الأويرنس ضعف الوعي بعملية الإستثمار في أسواق المال بعض الأشخاص يعتبرون أن أسواق المال هي لكبار المستثمرين أو للأثرياء والفهم الصحيح أسواق المال عادة هي معمولة للمدخرين الشخص إذا كان عنده مبلغ بسيط يمكن أن يساهم في شركة كبيرة جدا مثلا شركة سوداتل إذا عندك خمسة أو عشر أو مئة دولار ممكن تساهم بها فيها وتجي تشتري أسهم وتتداول فيها وتربح فهذا الفهم حقيقة بالنسبة لنا نحن معطل وإن شاء الله سنسعى مع الأجهزة الإعلامية لتنوير المواطنين في هذا المجال أيضا أسواق المال هي الجهة التي تستقطب المدخرات من استقار المدخرين وكبارهم وتمويل بها مشروعات التنوية والمشروعات الإنتاجية وهذا الدولة إن شاء الله نلعبه بإذن الله يعني دكتور أزهر نحن نتحدث عن ثقافة أسواق المال ألا تتفق معي بأن هذه الثقافة ما زالت ضعيفة في المجتمع نقرأ في أخبار اليوم بأن البورسة المصرية تخسر أربعة مليار دولار في بداية تعاملاتها ونتحدث عن صندوق القرطوم للأوراق المالية سوق القرطوم بقيمة خمس مليارات دولارات ألا تزال هذه الثقافة ضعيفة طبعا من المؤكد أن الثقافة أسواق المال والتعاون في أسواق المال في السودان ثقافة ضعيفة ويمكن يعني العيب ليس في المواطن أو في الأفراد فقط وإنما أولا بالنسبة للسوق والجهات الإعلامية السوق كان مقصر في الدعاية والإعلام والسوق الأساسي أيضا كان هو يعاني من بعض المشاكل من ضمن أن السوق ما كان عنده موقع أنت مدير لهذا السوق دكتور أسهري لماذا التقصير برأيك؟ التقصير حقيقة السبب الأول أنه كان السوق اللي هو حوالي أكثر من 27 عام في موقع مؤجر في بنك من البنوك فكانت دعاية الإعلام يعني لما تصحر كان دعاية لبنك يعني فكانت مقصر في هذا المجال أيضا كان من ينبقي أنه السياسة التعليمية في البلد أيضا تضمن في مصر مثلا وفي كثير من الدول العربية أسواق المال بتتدرس في المدارس الثانوية وفي المدارس الأولية حتى فهنا عندنا هذه الثقافة غير موجودة اتصلنا بأخواننا في وزارة التربية والأخوة وزيرة التربية الولائي وتحدثنا معه أكثر من مرة وإن شاء الله وعدنا بأنه تدخل مناهج لتدريس ثقافة أسواق المال في الصفوف اللي هو دائما ما نسمع بهذه الوعود دكتور أسهري لكن هل من بداية فعلية تطبق على أرض الواقع فيما يخص دراسة الأسواق المالية بشكل كبير جدا حتى تصبح ثقافة لدى المجتمع نعم حقيقة الكلام صحيح الوعود كثيرة خاصة عندنا في السودان والتغيرات الكثيرة في الوزارات وكذا لكن إن شاء الله نحن الآن بدأنا ببرنامج للدعاء والإعلام للعام الدراسي القادم طبعا حقيقة كمية من الكراسات والأدوات المدرسية التي ستوزع في افتتاح العام المدرسي القادم بإذن الله في القرطوم وفي بعض الولايات البعيدة على سن نسخة هذه الثقافة داء جهدي مننا وإن شاء الله نجد تعاون من الجهات الحكومية أيضا نتمنى ذلك دكتور في نطاق آخر هناك حديث حول دور صناديق الاستثمار في الأوراق المالية في التنمية الاقتصادية بالسودان نود أن نتعرف على هذه الأدوار من خلال تفاصيل معينة حقيقة صناديق الاستثمار بالنسبة لسود الخرطوم المالية كان فيه أكثر من 25 صندوق استثمار منذ 2011 وحتى الآن بعض هذه الصناديق صندوق البنك الاستثمار المالي مول بها مشروعات كبيرة جدا وبنك الخرطوم أيضا أنشى صناديق استثمار عنده شركة وساطة مالية مول منا عمليات صادر وفي عمليات للصمغ العربي أيضا مولت من بعض الصناديق والآن شركات الوساطة تعمل في صندوق يعني نحن وصينا بأن يكون في مجال القفل أو الصمغ أو أي منتج آخر كالسيمسيم وغيره لتمويل لكن الآن الإحصائيات بتاع الصناديق الآن حقيقة ما أمامي لكن عندنا 25 صندوق تم إنشاء في هذا دكتور يعني برضو نتعرف على الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل دور أسواق المال لجزب المساهمين ماذا فعلتم في ذلك؟ جزب أسواق المال لعملاء لأسواق المال الدور حقيقة بيكون مشترك الدور الأكبر هو بيقع على شركات الوساطة المالية الآن شركات الوساطة المالية منذ أكثر من ستة شهور أو أكثر بقليل بدأوا يعني يعو هذا الدور بعض الشركات الوساطة فتحت فروع كانت كل شركات الوساطة رأسات وفروع موجودة في الخرطوم فقط إلا أننا الآن بنرى شركات الوساطة فتحت في كردوفان فتحت في بورسودان وفي دارفور وأعلم أن بعض الشركات الوساطة الآن بتفتح فروع في الجزيرة فهذا الدور الأساسي لشركات الوساطة إنها تخش أو تمشي للجمهور في موقعهم نحن في السوق بندعمهم ونقف معهم لأنه أصلا السوق هو يعني شركات الوساطة اعتبر هي جزء من المالكين للسوق نفسه وددور هي تلعب ونحن نلعب مع الدور الآخر إن شاء الله أيضا هناك حديث حول الرابط ما بين أسواق المال المختلفة وما هو شكل العلاقة بينها بينكم وبين جميع الأسواق المالية في المنطقة الإقليمية والعالمية أسواق المال المرتبطية نحن تحقيقا أسواق المال الإفريقية وأسواق المال العربية هناك اتفاقات بيننا وبعضنا بعض أسواق المال من سوق جمهوريس مصر العربية عندنا اتفاقية والآن عندنا اتفاقية للتعاون المشترك ويتم فيه تبادل البعثة الفنية والمهنية أيضا عندنا اتفاقية مع سوق البحرين سوق السعودية سوق قطر سوق دبي سوق أبوظبي وعندنا أيضا تعاون مشترك واتفاقية موقعة مع سوق السلع في أثيوبيا وعندنا أيضا اتفاقيات تداول مزدوجة الأسهم تداول عندنا وفي أسواق خارجية مسجلة عندنا وتداول داخل السودان وخارجه زي أسهم سوداتيل وفي أبوظبي وفي السودان وأسهم بنك السلام في السودان وفي دبي والآن في أسهم ستداول هنا وإن شاء الله في بورصة الأردن بإذن الله قريبا أشكرك شكرا جزيلا دكتور أزهري طيب الفكين مدير العام للسوق الخرطومي ورق المالية ونبارك لكم أيضا الفوز بجائزة الـ SVI للتمييز المؤسسي في البورصات وأفضل بورصة بشمال إفريقيا العام 17-2000 شكرا جزيلا لكم شكرا لكم ولي جمهوركم الكريم شكرا لكم 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 معاقب الفاصل ننتقل طائفة من أخبار الولايات الاقتصادية